السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يلحن سمع صوتك يا دكتور تنتصو ذك السنين هذه وماش بدياش الخطة يصوني ماكاليجاو ما عديرا ما عدير اللي فطومة الله يطول عمرك دكتور عندي مشاكين يا ماء الله يفرج عليك وما عدري كتبت سيميم يا فطومة الحمد لله الله يطول عمرك يا دكتور أنا من قليم دارودان مشرفين يا للا كنت مجوجة في الرباط إيه لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله مشتنى رجيم لا حول ولا قوة إلا بالله ودائما دكتور أنا مريضة دائما مريضة والحاجة التي جاءت لي ما تتفخر لي يا دكتور قبل ما تتجوز وصدق لي التحاجة وتتبع رقيّة الشرعية وسهلا ودبت الحاجة ولا تتزدق لي يا دكتور والعنى والبصدق لي ما تقدروا يا شيء ويمكن كل حال شكرا تقدروا كتلك شكرا ويمكنك في الارضان أشبغوا عندك مرور المرور أشبغوا عندك الناس يا الواحد الخصر هو يجي كل واحد الله يدي مخلق للفطومة الله يحفظك ابنتي يا ربي الله يحفظك ونجيك لا حول ولا قوة إلا بالله للفطومة قد تكون الحياة هي فعلا شاقة قد يكون الحياة فيها مشاكل ربي عز وجل هذه الحياة الدنيا قضى بحكمته البالغة أن يجعلها فيها النقصان لماذا سمها الدنيا هي من الدنو فعمر الحياة ما كتطف فيها مية في المية حتى كتقد من جهة وكتعواج من جهة ثانية ولماذا كل هذا لأن الله عز وجل بحكمته البالغة بغنى من ربيوش عليها الكبدة هذه الدنيا من تمسكوش بها لأن الحياة الدنيا قد تكون في الدار الأخيرة وهالدنيا قد تعيش مرة تطلع مرة تنزل وغادي الحياة قد يقول هذا والسبب هذا الشي اللي وقع لك وقع للناس كلهم كل واحد عنده نجاح وعنده إخفاق عنده مرة سعادة ومرة عنده شقة مرة عنده صحة ومرة عنده مرض مرة عنده غينة ومرة عنده إفلاس وغادي الحياة هكذا تمر بنا جميعا مركب نسير في عباب البحر والأمواج متلطمة وهكذا خلق الله الدنيا وينبغي أن نقبل بها هكذا لأنها ليست بدار قرار وإنما هي معبر وممر للدار للخلود الأبدي لهي خالية كل الخلاء من المكدرات للحياة وقد يكون أيضا بعض الناس ابتلاهم الله تعالى بأنهم يعملون الشعودة ويعملون السحر ودى موجود حقيقة موجود والقرآن الكريم نص عليه بأنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه لكن هؤلاء هم أكبر المفلسين لأن اللي تعطى العمل للسحر والشعودة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي أخبرنا بأن الإنسان اللي كيمشى عد المشعود بغي يسمع ما بغي درواله ها كيسمع كيتفجج وكيوسع المدارك دياله قال لك هذا لن يقبل منه عمل أربعين يوم وخوة مجلس صدقش وهتشك يوقع للأسف شديد بعض الناس كيمشوا عند العرفات وعند الشعوفات يقول غيرك تنزه أنا غيرك ندوز الوقت وكيبقى يسمع كلام وكلام لأن إبليس شاطر يقدر في أي لحظة يأثر فيك وجهلك تعتقد لهذا جاء التحذير النبوي الشريف قال لك من أتى ساحر أو كاهن واجلسك يسمع له لن يقبل منه عمل أربعين يوم أما إذا صدقه وآمن بكلامه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الناس اللي استعملوا الشعودة رغم ضيعوا آخرتهم وباعوا دينهم بغرض من الدنيا قليل هم أقبر من أديو كنتية رأدوا نفسهم إداية عظيمة والعياد بالله فعليهم أن يجددوا التوبة إلا كانوا في الاستماع أول حاجة يقوموا بها عليهم هم أن يجددوا التوبة مع الله لأنهم ضروا أنفسهم ثم يجددوا التوبة مرة أخرى وثالثة ورابعة لأنهم ضروا الآخرين المقربين إليهم الله يهدينا وهديهم جميعا إلى الطريق المستقيم لا لفطومة باش الحياة تبتسم لنا سهلة حياة الحمد لله ربي عز وجل دلنا فيها مفاتيح كيف تبتسم لك الحياة وكيف تنال من طيبها سهل جدا جدا القضية كلها متمثلة في ماذا؟ أن الإنسان يبقى عنده خلق الرضا بالقليل والقناعة بالقليل الرضا يكون عندنا الرضا اخشي لقسم الله الله يجعل بركة الله يخلف ولا تنظر إلى لقمة أخيك لا تنظر إلى فلان عنده فلانا وصلات لا أعطى الله شي حاجة الله يزيده والله يبرك له واحتنا مولانا يرزقناك فرزقهم يكون عندنا الرضا والقناعة وعدم النظر إلى ما عند الآخرين في أيديهم ثم قالنا ربنا عز وجل وسجود واقترب وسجود واقترب كي الناس لا أعطان الله القدرة على الكسب على المضاعفة التروع بعقولهم وحسن تدبيرهم ولكن احنا الضعاف والفقراء كي غنديروا ما عندناش منطق علمي ما عندناش قدرة على التدبير الاقتصادي ما عندناش رأسمال الذي نروجه ونعفو تقلبة الأسواق ما عندناش كي غنديروا سهلا ربي عز وجل دا الرزقين الرزق نوعان رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك هدوك الأغنياء لإعطام الله العقل وعطام القدرة والتدبير هدوك يمشيوا الرزق الأول رزق تأتي إليه يمشيوا ليه ومبرج لهم أما احنا الضعافة عدنا الرزق تاني رزق يأتي إليك كيف ذلك؟ على قدر عبوديتك لله على قدر خضوعك لأمره على قدر حبك لخلقه على قدر قناعتك وصبرك وإحسانك ستأتيك الأرزاق من حيث لا تدري هكذا ربنا عز وجل كل ليلة حتى بغداء إن شاء الله را غي توزع الرزق للغداء قبل الفجر الله تعالى غادي يقول رزقان رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك الشطار ليهما عندهم الشطارة وعندهم الفكر الاقتصاد يروا ما عارفين خدمتهم يروا في الميناء والمطارات والأسواق العالمية والبورصات العالمية يروا خدامين في الأبناق يروا خدامين في المقاولة غي يمرزق حتى يتعبوا غي يشقوا وغادي يدروا بجهود هذا الرزق الأول الرزق الثاني نحن ننتظره هو أن الله عز وجل يفتح أبواب عطائه من حيث لا تدري فتأتيك الأرزاق من عند الرحمن سبحانه وتعالى كيف لا تقول كيف جرى ولا تقول لما جرى ولكن قل سبحانك سبحانك ما أعظم الشانك حتى يبقى تفتش كيف غير يفسد خليها هكذا مستورة وربي عز وجل يبارك للجميع أسأل الله الكريم لك يفطوم أن يعودك الله خيرا مما ضع ويرزقك رزقا حسنا وأن يحقق رجائك ويبلغك مقصودك وكل من قال آمين اللهم رزقوا مثل ذلك وزياده قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم będ تقول له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة